اشتركوا في القناة نواصل دائما حديثنا حول محيط الغذاء وثقافتنا حول الغذاء لمعرفة ما ينفعنا وما يعرفة ما يضرنا وما يعرفة متى نقدم وما يعرفة ما نحجم لأن أفضل ما نملك هو أجسادنا وأفضل ما نملك هو عقولنا وأفضل ما نملك هو ذاتنا يعني عقولنا وذاتنا وأجسامنا تتطلب مننا معرفة تتطلب مننا دراية تتطلب مننا تدخل يعني في الوقت اللي يجب التدخل والإحجام في الوقت اللي يجب الإحجام فكلها تندرج هذه القضايا المعرفية تندرج من خلال ثقافتنا الغذائية مطلوب مننا نكون مثقفين غذائيا مطلوب مننا نحيط بهذا الجانب اللي يتعلق بالغذاء انتعنا اليوم لما نلتفت إلى السحة عكس القديم عكس يعني نلتفت فنجد مطابخ عديدة ونجد مطاحن عديدة ونجد مصانع عديدة وكلها تصب للغذاء انتع الناس ولذلك حينما نلتفت إلى يعني متجرنا ولا أسواقنا يعني كاين نجد الخضر الطازجة ونجد الفواكه الطازجة في حين أنني نجد في الطارمات انتع المحلات يعني المعلبات والمصبرات والمحولات يعني والدقيق المطحون والدقيق الأبيض والدقيق الأصمر والدقيق الأحمر يعني فهناك ألوان اليوم رأنا في عصر جذب المستهلك عصر يعني إرغام المستهلك على أن يأكل إرغام المستهلك على أن يذوق إرغام المستهلك على أن تكون عيناه هي الوسيلة وإرغام المستهلك على أن تكون لسانه وطعمه هو الوسيلة فالحقيقة اليوم هذه المطابخ العديدة يعني أدخلت هذا الطبخ العالي عن الأطعمة وأدخلت الحرق وأدخلت التفوار مما يخرب المخزون الغذائي فلازم نعرفه كما تعرضنا سابقا إلى أن الأغذية فيها مخزون هذا المخزون حساس يعني أحيانا المحزون بشيء من النار يروح وأحيانا بالقشرة الموجودة في الثمرة يروح وأحيانا بالقشرة الموجودة في البذرة يروح ولذلك مطلوب منه نحافظ على الغذاء كمكان ونحافظ على الغذاء بطبيعته يعني اليوم هذه المطابخ العديدة يعني هي تلبي رغبة العين باش تعطينا حاجة ذات شكل رائع وتلبي رغبة اللسان باش تعطينا حاجة ذوق رائع ولكن الله يعلم مش فقدنا بالتدخل اللي نقوم به واللونوه ونحط له وسائل عديدة هذه الوسائل على أهميتها وعلى سهولة تحضير الأغذية بها وعلى نوعيتها وأشكالها إلا أنها لازم نعرف على أنها أفقدتنا كثير من الخير ومن الكنوز اللي في الغذاء فالمرأة تبدأ تطبخ وتعود تطبخ وتعود تطبخ لازم تعرف باللي راهي كي تطبخ راهي برغم أنها تطلين الغذاء وتشهي الغذاء وتخلط المكونات يعني والعطريات والرواح اللي موجودة في الغذاء إلا أنها راهي تخرب في قيمة الغذاء فكين فيتامينات بمجرد وجودها في الماء تذوب وبمجرد وجودها في الحرارة تزود وكين زيوت عطرية بمجرد الحرارة اللي موجودة فيها تتبخر وتنتهي وكين مثلا مكونات يعني ذات تركيبة معدنية أو ذات تركيبة كيميوية معينة بمجرد ما يدخل عليها الطحن أو الحرق أو الغليان أو القليان تفقد هذا المفعول ومن ثم يصبح الإنسان إنسان بأنفه وإنسان بلسانه والإنسان بعينيه ولكن أحيانا يفقد كل معاني هذا الغذاء المطلوب مننا إحنا الاعتناء بالأكل ما هوش الاعتناء بالشكل يعني القدماء كانوا يهتموا بالأكل ما همش يهتموا بالشكل اليوم غذاءنا يهتم ويعتمد أساسا على الشكل الباطة اللي مصنوع فيها الغذاء يعني القارورة اللي مخزن فيها الغذاء الصحن اللي مطروح فيه الغذاء الآنية اللي يطبخ فيها الغذاء الآنية اللي يحترق فيها الغذاء والمفروض أننا نبحث عن الأصل نبحث عن الغناء نبحث عن المكونات نبحث على يعني المدخرات ما نبحثش فقط على الشكل وعلى الظوق ولذلك هذه المصانع وهذه المطاحن أفسدت يعني وخربت كثير من المدخرات يعني بحيث بعض المصانع نزعتنا النخالة اللي هي مودع كثير من الفيتامينات وأصبحت حيواناتنا تتمتع بهذهك الفيتامينات وتأكلها يعني كما انخال انت على الدقيق ولا انخال انت على القمح ولا الشعير ويحرم منها الإنسان وهي ربي سبحانه وتعالى أودع فيها كثير من الفيتامينات وكثير من المواد الفعالة أحيانا أيضا ندخل على طعام كثير من الطبخ فنفقد زيوتها العطرية ونفقد قيمته ونفقد مكوناته مما يجعلنا يعني نهتم فقط بذوقه ونهتم بشكله ونهتم برائحته دون الالتفات إلى مضمونه احنا بالمختصر مفيد اخسرنا كثير من المعاني وكثير من الغذاء يعني لأنه يعني قمنا عليه تدخلات هذه التدخلات في ظاهرها يعني الصناعية في ظاهرها تلبي الرغبة في ظاهرها تلبي الحاجة وفي ظاهرها أيضا تعطي الذوق والرائحة الطيبة لكن في جوهرها أفقدت كثير من المعاني وأفقدت كثير من المحتويات وهذا الشيء الذي يجب أن ننتبهه له في ثقافتنا الغذائية لا يعني كثرة الطبخ رأي أهمية الغذاء ولا يعني كثرة الحرق رأي أهمية الغذاء ولا يعني كثرة النزع المكونات تعالقسرة تعالغذارة أهمية الغذاء ليه لأنها تدخل تخدش في لساننا ولا يعني في عينينا دبان صمراء ولا في عينينا دبان داكنة يعني نبدو نبحثه على البغاظ ونسينا المضمون ونبحثه على يعني الرطب في ألسنتنا ونسينا المضمون لكن الغذاء يجب أن نعرف بأنه مضمون قبل أن يكون شكل ولازم نعرف بأنه مضمون قبل أن يكون لون ولازم نعرف أن يكون أنه مضمون قبل أن يكون رائحة فالغذاء يعني لازم نحافظه على مخزونه ولازم نحافظه على مكنونه ولازم نحافظه على كنوزه يعني لازم نكونوا معتدلين في تدخلنا ولازم نكونوا عارفين كيف سنتدخل وبيقدر من كنوا أخذنا الطعام وغذاءنا النباتي لأننا قلنا لازم نكون نباتيين أكثر من أن نكون حيوانيين ولازم نكون فطريين نأخذ ما هو طبيعي أكثر من أن نكون صناعيين ما نأخذش غذاءنا من الصناعة والتحويل بقدر ما نأخذ غذاءنا من الطبيعة أو من الشيء الطازج والشيء اللي كما خلقه ربي سبحانه وتعالى لأن كنوزه كاملة ولأن مدخرته كاملة وبقدر ما يكون هناك تدخل رح يكون هناك فقدان أو يكون هناك تركيز لأن التركيز مذموم والفقدان مذموم ولذلك احنا مطالبين على أننا نراعي يعني الشيء اللي لازم ناكلوه طازج ونراعي الشيء اللي ناكلوه مطبوخ والراعي الشيء اللي لازم ناكلوه كامل والراعي الشيء اللي يلبي رغبة ألسنتنا ويلبي رغبة آذاننا وعينينا ولغبة حتى الأنف انتاعنا يعني شمنا ولكن يجب أن لا يفقد قيمة الغذاء من معادن ولا يفقد قيمة الغذاء من فيتامينات ولا يفقد قيمة الغذاء من سكريات ودهون وبروتينات لأن التدخل دائما يعني التدخل دائما معناها الفقدان فالإنسان لما يعني يعتمد على منظومة الغذائية لازم تكون 60 إلى 70% دون تدخل أي بمعنى فيها خضر فيها فواكه فيها أشياء طازجة فيها أشياء يعني كما خلقها ربي سبحانه وتعالى وإذا كان التدخل لازم يكون التدخل اللطيف بحيث يعلم وحنا إن شاء الله في حصة سجية يعني نتكلم على هذا التدخل اللطيف كيف يكون باش ما نفقدش الفيتامينات وباش ما نفقدش يعني قيمة المكونات الغذائية وقيمة المواد الفعالة فإلى هنا نكون قد أنهيت هذه الحصة مستمعين الكرام نشكركم على حسن انتباهكم وعلى حسن متابعتكم إلى ذاعتكم إذاعة تحرير وين تيفي أنا معكم الأستاذ علي من نعي نودعكم ونستودعكم الله فإلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر